السعودية بتغير موازين كرة القدم في العالم كله ايه رد فعل الاعلام الرياضي والاوروبي على اللي بتعمله السعودية؟ وهل الدور السعودي اصبح بيشكل خطورة على الدور الانجليزي؟ ايه هي المرحلة الجاية للدور السعودي؟ يا ترى هيبقى ضمن التوب فايف على مستوى العالم؟ وهل انتقال اشهر الليعابين في العالم للسعودية في نهاية مسائلتهم الرياضية؟ نجاح للسعودية ولا بداية هزيمة كبرى زي ما حصل في الصين زمان؟ وللغرب بيطالب بتحديد انتقالات اللاعبين للدور السعودي لو انت من عشاء السحر المستديرة ويهمك تعرف التفاصيل وإيه هي خطة التطوير الكبيرة لتعملها السعودية كمل معايا الفيديو وأنا هقول لك أصل الحكاية بس ما تنساش اللايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس حين يوصل لك كل جديد وتعال أقول لك على التطورات الرهيبة في كرة القدم السعودية نفسها شارسة بين أنديت الدور السعودي على التعاقد مع أشهر اللاعبين في العالم علشان يبقى بعدها الدور السعودي بيشكل خطر على الدور الإنجليزي من وقت صفقة كريستيان رونالدو مع النصر السعودي وكل العالم بقت عينيهم على السعودية والكل مهتم يعرف إيه هي تفاصيل الخطة الكل مستني يشوف مين من اللاعبة العالمية اللي هينضموا لفرق الدور السعودي طيب خلينا أنا أقول لك كل صفقات الدور السعودي مع اللاعبة العالمية لحد دلوقتي أول حاجة الأهل السعودي واللي وقع مع المدرب الألماني ماثيس يايسلي وكمان الجناح الفرنسي مكسمن وبعدها رياض محرز وكمان فرمينيو في صفقة انتقال حر من نادي ليفربول الإنجليزي وحارس المرمز تنغالي إدوارد مندي القادم من تشيلس الإنجليزي وكل التعاقدات دي لحد سنة الفين ستة وعشرين تاني نادي هو نادي الاتفاق اللي وقع مع المدرب ستيفن جرارد لحد سنة الفين خمسة وعشرين ووقع كمان مع اللاعب جوردن هندرسون وموسا ديمبلي وقلب الدفاع الاسكوتلندي جاك هندري النادي التالت هو نادي الاتحاد واللي تعاقد مع كريم بن زيمة وبعدها تعاقد مع اللاعب نجولو كانتي وأخيرا ورسميا قدر نادي الاتحاد السعودي يحسم صفقة التعاقد مع جواو في ليبي جوتا لعب نادي سيلتك لسكوتلندي النادي الرابع هو نادي النصر السعودي واللي حرفيا بيتبح برشلونة خلاص بعد ما قدر يفوز بالصراع على الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش القادم من انتر ميلان الإيطالي واللي وقع التعاقد مع النصر السعودي بعقد ممتد لسنة الفين ستة وعشرين ده طبعا غير تعاقدهم مع اللاعب السنغالي الكبير ساديو ماني وقبل كل ده تعاقدهم مع اللاعب الأشهر كريستيانو رونالد النادي الخامس والأخير هو نادي الهلال السعودي واللي تعاقد مع السنغالي شاليدو كوليبالي القادم من نادي تشيلسي والبرتغالي روبين نيفيز قادم من نادي ويلفر هامتون الانجليزي والبرازيلي مينار كمان اللي جاي من نادي باريس سان جرمان صفقات ضخمة تمت لكل أنديت الدور السعودي وإسامي لعيبة عالمية تخض يعني فعلا الدور السعودي داخل الموسم الجاي بقلب ميت وإن شاء الله هيكتسح وفي معلومات بتقول إن الصين كانت بتعمل نفس الخطة دي قبل كده وإن الصين كانت أكتر دولة في العالم بتصرف فلوس على كرة القدم والتعاقد مع اللعيبة علشان يعملوا دوري قوي ليهم ولكنهم فشلوا طيب هي إزاي السعودية تقدر تنجح في اللي فشلت فيه الصين سنة 2017 كان الدور الصيني أكتر دوري في العالم صرف فلوس على شرة اللعيبة صرف تقريبا 400 مليون دولار في شهرين بس طيب إيه اللي استفادته الصين بعد صرف المبلغ الضخم ده ولا حاجة ودلوقتي كل اللاعبين اللي ذكرتهم ليكوا انتقلوا بالفعل للدور السعودي بملايين الدولارات لكن السؤال هنا ليه فعلا فيه احتمالية كبيرة لنجاح السعودية في الخطة اللي فشلت فيها الصين أنا أقول الصين صرفت علشان تجيب باتو وأسكر وهالك مع كل احترامي لكل اللعيبة بس دول مش نجوم تجيب دعاية بنفس حجم نجوم الكرة اللي استهدفتهم السعودية صم ما كانش عندها مخطط سياحي زي رؤية السعودية عشرين تلاتين ده غير استضافة السعودية لكاس العالم سنة 2030 وما تنساش الفرق في العقلية المادية بين الشعب السعودي والصيني فيها اختلاف كبير جدا يعني مثلا أغلى تذكرة لمباراة كرة قدم اتبعت في العالم كانت في السعودية في المقابل ان الجمهور الصيني رفض يدفع ستمية وتلاتين يورو علشان يتفرج على ميسي وهو بيلعب في بكين ده غير ان السعودية عاملة حالة استثنائية لأنها مخصصة يوميا سبع برامج توكشو بتتكلم عن الكورة الحلو في الموضوع ان البرامج دي مش بتتعرض على القنوات الرياضية لا بتتعرض على القنوات الترفيهية زي روتانا وامبسي وكمان قنوات اخبارية زي القناة العربية ده غير ان البرامج دي بتتعرض في وقت اسمه يعني وقت الزروة واللي هو اهم وقت للتلفزيون في البس يعني اهم وقت تيجي في الاعلانات وكمان من خلاله ممكن توصل لجماهيرية كتيرة جدا يعني لازم نفهم هنا ان الناس دي مش حبة الشهرة والشكل العام قدام العالم وبس لا الناس دي فهمة كويس هي بتعمل ايه وفاهمين كويس الخطة اللي عاملينها وايه اهدافهم وعارفين ان هدفهم من جمع اللعاب الكبار دول هو تقوية الدور السعودي وانه يوصل للعالمية خطة مدروسة بشكل كبير مش فلوس من يدفعه خلاص بل بالعكس هم عارفين ان في مقابل جاي قصادها يعوض ويمكن اكتر كمان من اللي اتدفع في شرع اللعابة دي يعني من الاخر كده السعوديين جمديين طيب في ناس ثانية بتقولك ان السعوديات تشتري لعابة يعتبروا في اخر مساريتهم الرياضية يعني مش هيكون مستواهم بنفس المستوى اللي ممكن يقدموا الشباب احب اقولك ان ده الجزء التاني من الخطة هو مين من اللاعب الشباب ونجوم الكرة الجداد في العالم كله واللي لهم مستوى عالي في اللعبة ممكن يتعرض عليه انه يلعب في فريق موجود فيه نجوم مثلا زي رونالدو ولا كانتي ولا محرز ولا فرمينيو ولا نمار ويقول لا ثم ان السعودية بالفعل بتحاول تتعاقد مع لعابة صغيرين زي انبابي وصلاح ودي المحاولات المعلنة فاكيد في محاولات غير معلنة للتعاقد مع لعابين تانيين الخلاصة اني بوجود اللاعبة دي في السعودية فالسعودية ضمنت انها تقدر تضم اكبر قدر من اللاعبين الشباب اللي هيكونوا مستقبل الدور السعودي في السنين اللي جاية وعشان كده في ناس كتير شايفين ان السعودية ممكن تنجح فعلا لانها ماشية على خطة مدروسة صح بس طبعا في ناس تانية كل اللي بيحصل في السعودية ده مش عاجبهم لانه بيتعارض مع مصلحتهم زي الدور الانجليزي مثلا وعشان كده طلع رئيس الاتحاد الاوروبي يقولك السعودية ماشية على خطة الصين وهيفشالوا زيهم لانهم مش بيستثمروا في المدربين والاكاديميات وبيدفعوا فلوسه خلاص وفي نفس الوقت بيطلبوا بتحديد انتقال اللاعبة للدور السعودي طب يا عم لما انت شايف انهم ناس فشل ومش بيخططوا صح زيهم زي الصين وانك عندك دور قوي يقدر ينافس خايف ليه وعايز تحديد انتقال اللاعبة بقى اللي هو كلامه خلاص لأ وطالعين كمان عاملين نفسهم خايفين على الكرة ومستقبلها طب لما انتوا خايفين على الصالح العام او كده ما تقول لانجلترا ان هي اول واحد لازم يوقف اللي بيعمله ما هي اكتر دولة بتشتري احسن لعبة في فرنسا والسنغال والبرتغال وامريكا وسويسرا وايطاليا وبلجيكا واسباني طيب ما تسيب انتوا اللاعبة دي للفرق بتاعت بلادهم على الاقل يبقى كل دولة عندها دوري قوي بالناس بتاعتها وخليكنوا بقى قدوة للعالم كده وبطالوا تشتروهم بدل ما الدوري الانجليزي واخد كل الناس لحسابه ومكوش على الكل اللي هو حلال لكم وحرام على الباقي لا وكمان بيهاجم السعودية ويقولك انها بتغسل اموال لا يا راجل يعني بقى السعودية اكبر بلد نفط في العالم بيغسله اموال وانت بتاعي الكلمة قبل ما تقولها يا جدع يا السعودية فيها غير اموال يعني لما السعودية صرفت على نادي نيو كاسل ده بالنسبة لك كان استثمار ولما تصرف على نفسها واتطور الدور بتاعها يبغسل اموال صدقتك انا كده وبعدين يعني التجربة دي لما تعاملت في الصين ما شفناش حد طلع واعترض وقال تحديد انتقال لقعيبة ولا يا السعودية علشان بلد عربي مسلم وقفالكم في الزور طبعا انا هقولك بقى انجلترا خايفة من ايه انجلترا خايفة للسعودية تاخد نجوم الكرة الافريقية واللاتينية في سن مبكر وقتها اللاعبة دي هتقل في اوروبا وبالتالي اوروبا مش هيكون فيها دوري قوي وخصوصا ان في عندهم عنصرية في التعامل مع اللاعبة الافرقة واللاتينية وارفينهم في عشتهم يعني من الاخر كده الغربي خايفين من المواجهة والنجاح لدوري عربي في بلد عربية زي السعودية وخايفين من ان الدوري السعودي يتفوق على الدوريات بتاعتهم وصدق ان هيحصل والدوري السعودي هيعد وهيبقى في القمة وقريب جدا هتفتكر الكلام ده هيجي حد يقول السعودية هستفد ايه قصاد المليارات اللي دفعتها دي هقولك ان السعودية بتعلم من اقتصادها اصلا لانها كده يعتبر بتستثمر في برند كامل للدولة كلها بعيدا عن مصادر اقتصادها الاساسية واللي من اهمها النفط اللاعب دي دلوقتي هم نفسهم استثمار واحد زي رونالدو مثلا وراه الجيش من الناس واللي شايفين ان هو احسن لاعب في التاريخ وبيلوف وراه في كل حتة تخيل انت بقى ان السعودية يبقى داخل عندها عدد ناس قد ايه من محبين اللاعبين دول كلهم وده طبعا تنشيط للسياحة ومصدر دخل كبير جدا للدولة ده غير ان عيون العالم دلوقتي كلها على السعودية والمستثمرين شايفين ان السعودية مقر كويس جدا لمشاريع السمار بتاعتهم زي ما كانوا شايفين ان الامارات مثلا هي المكان المناسب دلوقتي الكل شايف ان السعودية هي الرائجة في المرحلة اللي جاية فكل اللي معاه فلوس وعايزي شغالها واستثمرها هيقولك السعودية عاملة الابان وكل الميديا مسلطة ضق عليها يبقى حط فلوسي في الدولة دي يبقى هنا لازم نعرف ان السعودية هيرجع لها ان شاء الله عائد اكبر بكتير من اللي الدفع في اللاعيبة وهنا فعلا نرفع القبعة للتفكير السليم اللي بيشوف على المدى البعيد مش مكسب لحظة وبس وقتها هنفهم ان السعودية مش بتبني دوري وبتشتري اللاعيبة وبس لا السعودية بتبني استثمار كامل عن طريق كرة القدر لحد انا خلاص الفيديو بتاعنا ولو انت مكمل معنا لاخر فشكرا جدا ليكم متنساش اللايك والشير واشترك في القناة لو لسه مشتركتش وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد واستناني بعد يومين ان شاء الله في فيديو مهم وخطير جدا عن الزواج السياحي في مصر شوفكم على خير